موسيقى مشاهدين الكرام ما رح نبدأ هالجولة على المشاهير طبعا السليبريتيز وأيضا الرياضيين طبعا نرصد سرويتهم المدخيل طبعا أين هو المال عند المشاهير المشاهير رغم الأزمات المالية بيضل عندهم دخل عالي رح نرصدهم رح نبدأ مش بترتيب ممكن أن يكون في عنا بالتنس نرجع نروح بالباسكت نرجع نروح على كرة القدم مرة جديدة نرجع للتنس رح نبدأ بيواجه نسائة معروف جميل جدا هال ماريا شارابوفا أو ماريا يورييفنا شارابوفا 26 مليون دولار عم بيكون العقود ورواتب ماريا شارابوفا من التنس 12 مليون و186 ألف دولار قدرت حقاة ماريا شارابوفا بذكر أنه 1.88 طويل جدا وجميل جدا طبعا عم بتضارب على أنا كورنيكوفا يمكن هي أحد أخذت جواز أكتر من أنا كورنيكوفا بكتير أنا كورنيكوفا اللي ما استطعت أن تحرز أي دورة لفترات طويلة هاي دي ماريا شارابوفا 1.88 بطلة تعرفوا بالجراند شلام أو بأهم أربع دورات بالعنام بالتنس واللي بيحرزهم الأربعاتهم بيكون عنده الجراند شلام اللي هني منبدأ باستراليا بعدين عنا رولونغاروس نسبة للطيارجي رولونغاروس دورة فرنسا دورة أستراليا فرنسا بريطانيا وينبلدون بينبلدون بتكون وأيضا عنا بطولة الولايات المتحدة الأمريكية بملاعب فلاشينج ميدوز عم نشوف هالأربع دورات المؤمنية اللي بيحرزهم أربعتهم بيكون هو عنده الجراند شلام شفنا ماريا شارابوفا رح نشوفها صورة متل ما قلت 26 مليون دولار هي بطلة الأستراليا بال2008 وينبلدون بال2004 واليو أس أوبن بال2006 رولونغاروس وصلت على نصف نهاية بذكر أنه الفرق بين الدورات الأربعة منكون نوعية أرض الملعب منشوف أنه برولونغاروس الأرض هي رمل وطراب يلي بيلعب تنس مضبوطة بيعرف أنه اللي بيكون عم تلعب أنت على الرمل رولونغاروس ما بينفع تكون أنت سيرفيز فولي أو تهجم على الشبكة لازم تكون لاعب دفاعي من وراء يتميز براليات طويلة أو يلعب من حد خط الزيح أو خط الملعب منشوف على وينبلدون ملاعب عشب العشب لازم يكون يتميز كتير هجوميين يمكن ما بيتكيفوا مضبوط برولونغاروس مثل بوينبلدون شفنا لعبين هجوميين جون ماكررو ينجح بوينبلدون يفشل برولونغاروس شفنا لعب أيضا كبير إيفان لندل أو كتير برولونغاروس ما قادر أحلز وينبلدون ضلت شوكة بعينه وينبلدون ما قادر أحلزها أحلز كل البطولات شفنا لعيب كتير وأبرزهم أيضا ستيفان إدبرك باتكاش هاودي كلهم نجحوا بوينبلدون ستيفان إدبرك باتكاش شفنا ماتس فيناندر لكن في عدة خبرات منشوف بورغ الأشهر قادر مزج 2 بورغ رولونغاروس 6 مرات 5 مرات وينبلدون فشل بالولايات المتحدة فقط ما قادر كونورس كان العقبة ديمه نرجع لماريا شارابوفا بذكرون لماريا شارابوفا كانت تدربت على إيدان اللعبة العظيمة الكبيرة أيضا مارتينا نافراتيلوفا وأيضا طبعا أنه يجوا ويكونوا بمدرسة الأقوى اللي هو ناك بوليتياري ناك بوليتياري عنده مدرسة بكلات المدرسة بتخرجوا كلهم من عندها هذه دي كات ماريا شارابوفا اللي هي بتلعب بإيد اليمين رايت هند وبتميز طبعا لاعب التنس إن كان بيلعب بالإيد تان أو بإيد وحدة بيقدر يعمل باك بإيد تان أو بإيد وحدة ماريا شارابوفا وجه جميل طبعا رائعة جمال 26 مليون دولار عم نشوف سروي جميل واللعب قوي وعمر صغير أيضا ماريا شارابوفا ببداية العشرينات عم نشوف بتتميز بكل هالإشياء الحلوة أيدي كات ماريا شارابوفا خلينا نتقل لشخصية رياضية تانية منتابع مع الشخصيات رياضية خلينا نذهب من التنس إلى الكرة السلة باسكتبول ومنشاد العب بالفعل أعظم لاعب تاريخي بكرة السلة برأيي طبعا نشوف مايكل جوردان عظيم عظيم كتير هاللاعب وهيدا مايكل جوردان 45 مليون دولار مايكل جوردان لاعب عظيم كبير لاحظوا أزكى لاعب يمكن باسكتبول قطع مايكل جوردان نذكر هون اللي كان إيد شيكاكو بوز لأحرقز البطولات متتالية ست مرات ورجعنا شاهدنا مايكل جوردان كمان نوقف سنتين عن اللعب بالباسكتبول وقتا الخطف بيه ونقتل وشفنا مايكل جوردان رجع عاد مرتين إلى كرة السلة وأحلز أيضا ونتذكر كتير مراوغاته القوية والحلوة كتير وخصوصا بالدقية الأخيرة مايكل جوردان عبقر الملاعب واللي قال عنه مايكل شومخر أيضا أنه مايكل جوردان عبقر بالباسكتبول بالفعل وقتا مايكل جوردان عميلي عب الماتش الماتش بياخد نكة خاصة جوردان اللي بيشتهر بمراوغات قوية ويقدر يخترع دفاعات بحركاته القوية دفاعات قوية جدا إن كان بالاختراع أو بتسجيل التطنقات أو بالمراوغات أو بتمرير كمان باسات حسمة بالدقية الأخيرة هذا مايكل جوردان من اللاعبين العظام العظام هذا كان مؤخرا من دبي شهد في دبي منذ تقريبا شهر كان بزيارة هذا اللاعب طبعا المتوقف عن اللاعب وأيضا قوية عم بيكون عم بصير فيه تدريب عم يدرب مايكل جوردان خسارة كبيرة للملاعب يعني ما تشوفوا الأجيال الحالية بس عطون نقدر نشهد أفليمه ومبارياته السابقة إذا شفنا ماريا شارابوفا هذا مايكل جوردان كمان بعده لهلأ وماضي عقود قوية كان بالسابق مع نايكي وهلأ حاليا عم نشوفه رغم توقفه عن اللاعب ال 46 مليون دولار شخصية رياضية أخرى أيضا رح نتنقولها منتابع جولة من التنس للباسكت خلنزهب للكرة القدم ومنزهب إلى البرازيل طبعا يمكن هلأ خفف نجمه وصار فيه لعبين جديد كريستيانو رونالدو ولكن نحن نخد رونالدينيو منتزكى رونالدينيو هللاعب رائح جدا خصوصا بالمروغات وسيطرة تامة على الكرة عنده سيطرة استثنائية على الكرة إن كان بيقدر يرقص الطاب بطريقة جميلة جدا هيدا رونالدينيو لعب بالفعل قطع مع كل النوادي الكبار من باريسا جرمال فلانسي أيضا إلى بارشالون عم نشوف رونالدينيو أو تعرفوا كما في رونالدو بالبرازيل أو بالبرتوكيز رونالدينيو أي رونالدو الصغير رونالدينيو وهيدا رونالدينيو 37 مليون دولار رغم تراجع دي وبذكر إنه مدرب كارلوس دونغا استبعد مؤخرا رونالدو ورونالدينيو عن المنتخب بسبب ابتعادهم عن مستويهم وحياخد المنتخب البرازيلي بدون رونالدو ورونالدينيو إلى أن يستعيدوا لإيقاثهم البدنية الكاملة هيدا كان رونالدينيو رونالدينيو عظيم جدا وفشل إنه يقدر يحرز كأس العالم الأخيرة رونالدينيو كان بعيد بعيد كتير على المستوي الحلو والمعهود كمية من البرازيل شفنا رونالدينيو طبعا فيه هجوم جديدة بالبرازيل حاليا روبينيو رونالدينيو كاكا كاكا إخد القصة كلها حاليا بالبرازيل برازيل منتج مصنع من اللاعبين من أيام سوكراتيز زيكو فالكا وبانينو سيريز وإيدر هاو مراحل 82 منرجع إلى يمكن أعظم لعب روماريو سوزا ديفاريا أو روماريو الفعل أسرع لعب بالتاريخ اللي بيكون معه الكرة هو أسرع لعب بالتاريخ كمان أطعب ببرشلون هم نتذكروا كتير أيضا مع هريستو ستوشكوف أو ستوشكوف البولغاري كمان رجعنا وهون شاهدنا رونالدينو من بعد رونالدينو كمان شخصية تانية مننتقل إلى سباقات الفورميلا وان طبعا سباقات الفورميلا وان السيق أو الرياضة هو الأعلى دخلنا على طول من الأعلى 2-3 من تذكرها شي من أيام أيرتون سينا السيق الراحل بطل العالم السابق عن سارة شخصية طبعا أبو ضبي منتظر حاليا حدث مهم جدا أحد بطولات الفورميلا وان على حلبة أبو ضبي خلنا استعد كيمي رايكونن وهيدا سيق كيمي رايكونن سريع سريع بيشتهر عنده مزاج سرعة قوي بيذكرنا كتير بالسيق الراحل مثل ما قلت برازيلي أيرتون سينا أيرتون سينا ست مرات بطل موناكو لقب أمير موناكو خمس مرات متتالية أيرتون سينا هيدا كيمي رايكونن نفس الأسطوب تبع أيرتون سينا هجومة عدة مرات يمكن فأع أو انفجر الموتور معه محرك السيارة مثل كان بذكر أنه أيضا رايكونن بيشتهر بسيئة تحت المطر سينة من أبرز السيئكين بالتاريخ اللي بيقدر يستطيع أنه يقود تحت المطر طبعا ننسى البطل الأسطوري أيضا مايكل شوماخر مكسر كل ومحطم كل أرقام الفورميلا وان عدى رقم واحد فقط هو رقم إيرتون سينا ست مرات بطل موناكو خمسة لمايكل شوماخر ما قدر استطاع أنه يكسر لإيرتون سينا حتى الانطلاق بأول مرة كان عنده 64 مرة انطلاق إيرتون سينا كمان اخترقوا بقوة دخل عالي جدا عم يأتي من قيادة السيارات طبعا بتعرفوا في كتير رعاة سبونسور منشوف الدولي بالشركات منشوف بريدجستون منشوف عدة شركات بتعلن عطول على الكاسك أو على منشوف اللي بيحط السيئ على رأسه ليقدر يحمي بأي حادث شفنا حوادث كبيرة بالفورميلا وان وفات بقض إيرتون سينا بسيباء بهالحوادث هيدا كان كيمي رايكونن شفنا هالصيق كمان دخل عالي شفنا الفورميلا وان خانز إلى رياضي آخر أيضا نرجع لكرة الكضم ديفيد بيكهم أيضا دخل هيدا ديفيد بيكهم من إنجليترا لاحظوا دخل بيكهم أكيد بالمليون دولارات مثل ومثل الرياضيين الأخرى عم تكلم بخمسين مليون دولار كان هيدا ديفيد بيكهم اللاعب الكرة الإنجليزي بذكر طبعا أشهر من أشهر الكابل اللي عم بيكون بمجال الرياضيين معه فيكتوريا بيكهم اللي توقفت عن الغناء وهيدا ديفيد بيكهم بيكهم صلو كتير متزوج عدة سنوات متزوج وصامد الزواج مع فيكتوريا بيكهم هيدا ديفيد بيكهم من إنجليترا طبعا من العبل المتحدة الأمريكية بعقود عالية عم تكون وعم بتعود عليه بكثير من المال من ديفيد بيكهم أيضا مننتقل إلى رياضي آخر كمان كنا بالكرة القدم رح ننتقل لشخصية تانية بكم معنا أيضا من عود إلى كرة السلة رح ناخد لعبان ضخمين ويز وسمعت إلي طبعا بكرة السلة عدة لعبين قطعوا من كريم عبد الجبار إلى تشامبرلين إلى أيضا عم نشوف مايكل جوردان كوبي براين شاكيل أونيل وأيضا ذو ميل مان رجل البريد أيضا عدة لعبين عام نشاهدون هناخد كوبي براين زكي كتير كوبي براين بتمريراته بتسديداته وأيضا بسرعة تحركه طبعا ما ليس منزل الصراع القديم التقليدي كان مع الشيكاغو بولز وأيضا لوس أنجلس لايكرز والبوستن سولتيكس هنكونوا كانوا من أهم ثلاث فرق تغيروا الفرق ولكن هالثلاث فرق كانت تاريخ قوي بكرة السلة الأمريكية هيدا كوبي براين تسعة وثلاثين مليون دولار لاحظوا دخلهم أربعين مليون دولار عم نتكلم كله سنويا هيدا كان بالألف وثمين إلى كوبي براين هنشوف بالأزمة كيف ممكن يأثر على الدخل نذهب إلى ضخم كتير لاعب كرة سلة ضخم كتير هو شاكيل أونيل لاحظوا شاكيل أونيل من الصعب أصلا أنك إذا توجهت معه أنك تقدر تجيوزه أو تقدر يصير فيه احتكاك ويقع على الأرض هيدا شاكيل أونيل اللي رجل الدنك بيبتغيز الدنك بيلقات الطابة وبيكبس الطابة بالسلة رجل الدنك الأول شاكيل أونيل أونيل اسمه أيضا اسم استعراضي بيقضي أيضا المزيع أو معلق برامج الرياضي يقول شاكيل أونيل بهذه الطريقة يقدر يحمس الجمهور هولي كانوا شاكيل أونيل رح نشاهد شاكيل أونيل ساروتو أو دخلو كان 32 مليون دولار كوبي براينت أكتر منه ولكن شاكيل أونيل مشهور جدا بالعالم بكرة السلة هيدا كان شاكيل أونيل وكوبي براينت منوصل هلا لفقرة الاستراحة منتوقف فقرات منوصل بها الفقرة منرتيح شواء لنقدر نكمل الفقرة التانية من حقبة جوابكم معناه شريط المعلوم